الاباجورة السحرية. انا لما شفت الفيديو اللي زاهر قدامكم ده انا قلت ايه الاباجورة السحرية دي? بتتحط كده وباللمس بنغير الوانها ونقدر نعمل لها الوان كتير اورنج احمر لبني ابيض وورم كل الاضاءات دي بتطلع من الاباجورة دي. وكمان باللمس. فقلت انا لازم اجربها واشوفها فعلا هي اباجورة السحرية زي ما شفت في الفيديو ده ولا لا? وجبت منها اتنين علشان عايزان ينبو قدام بعض كده لو طلعت فعلا زي ما شفنا في الفيديو. اباجورة بيجي معاها يو اس بي لانها بتتشحن. بيجي معاها رمون. ده شكل الاباجورة. هي عبارة عن يعني ممكن تتشاف ان هي ازاز بس هي اجربها بقى. بسم الله الرمود بتاعها ده شكله. في بس البلاستيك دي كده انشالها. علشان نشتغل. الرمود فيه الافل والفتح وفيه كل الالوان اللي الاباجورة ومفروض بتعملها. واحنا طبعا عايزين نجرب. وعلشان تبين اكتر اضاءتها خط في كل الانوار وهنشوف اضاءتها في الضلمة بتبقى عاملة ازاي? انا بس قليلت الاضاءة علشان برضو اعرف اصور. وهنشوفها بقى بدل الاضاءة وليلة هتبقى عاملة ازاي? اول حاجة هشغلها. ده ديتني لون ايه ده? ده باللمسة او. ممكن ان انا اغير الوانها. بالخبطة كده باللمسة بس كده لمسة. احي? وممكن بالرمود ان انا مسلا ده واحدة. تمام هي كده ديتني فلاش. تمام. اورانج. عايزة ثبتها على اورانج. اوكي. مديني كل درجات الاورانج. يعني? اصفر. اخضر. انا حطي ايدي. او انا حطي ايدي هنا ولو اقول مش بتخير لي. فكده احمر. كده اورانج. كده اورانج باتح شوية. كده اصفر. انا شايفت لاربع درجات زي بعض. كده اخضر. ازرق. كده مختلفة. انا مفروض ان احنا بنقل بالدرجات الازرق. وبرضو انا بشوف ان هو اللون واحد. كده موف برضو موف بس افتح. موف افتح. كده المفروض ان هو فوشية. وبعدين انا اصلا بحب اكتر درجة بحبها ايه? الورم. فين الورم? الورم اهو. ده في زرار مخصص للورم. اللي هو ده. هو مش وورم قوي. انا شايفية من دي على موف. اه كده فلاش. ان هو هيعطي غير الالوان مع بعض. دي كل الالوان اللي بتيجي في الاضاءة بتاعة الاباشورة. اللي موجودة على الرمود. طيب انا مسلا الرمود ده ضاع مني. طب انا هشغلها ازاي? باللمسة كده زي ما وقت. احنا بنغير الاضاءة بكل سهولة. حاجة بقى انا اكتشفتها وانا بفتحها اصلا بالصدفة. ان هي لو انا في خبطة معينة كده خوطة هلو. وتكتفي وبتفتح. يعني. بس فين بالزبط انا مش عارفة. يعني انا عمالة اعمل هي لو اتخبطت من فوق بتغير الاضاءة. من تحت ما بتغيرش اضاءة. ما بتفقش معها. طيب اصلا انا قفلتها يعني عايز اشغلها. في حاجة عملتها لقيتها وانا بطلقها من العلبة والله دست على حاجة كده. لقيتها ما وارت من الرمود. لانا انا قلت طب ايه ده هيش? انا بالرمود طب لو الرمود مسلا ضاع وبقى كده بوزت. فحسيت ان دي اجابها كده وانا بطلقها انها لا عادي ممكن تشتغل من جر رمود عادي. مش عارفة اوصل فين النقطة لمكالية اتنور من جر رمود. يعني. لان هي مجرد ما بتنور من جر الرمود خلاص هي بتتغير الوانها باللمسة كده. بس انا مش عارف طب. مش عارف مش جاي معي. وعايز اقول لكم انا بعمل كده ونورت معي. طب جيت عشان اشوف تاني هي بتنور. اهي. لاتها بتنور لوحدها. انا مش عارفة هي فين. انا مش عارفة اوصل للنقطة اللي بتخليها اتنور. طب تمام. طب انا هعمل كده. طب اني كده اصلا اتغير بس الوان. طب انا عايزها تطفيها. هي برضو افلت وحدها. طب ممكن لما حطي ايدي كده فترة. يعني انا لما بقول خلاص هو حس انه غلوب حمول. ايوة اهي. اهي. بصوا. اذيني ايدي شوية. نورت. انا عايزها تقفل. هعمل كده. وحط ايدي شوية. قفلت. تمام? يعني الروض ده كده كده لقنامة لقناهوش او موجود ولا ضايا. هي ماليش لازمة. انا بشغلها من الابجرزة نفسها. هعمل كده وحط ايدي. نورت. سبتة. عايزة غير الوان للامسة. اهو. ما بتدينيش ده رمود ببقى هيبس دينيش صراحة كده لان انا بقول لكم رمود كده رمود وانا بشوف انها درجة واحدة. والابجورة بتتشاهن بيو اس بي يعني بنحطها شوية في الشاحن وبعدين بتشتغل. طبعا النقطة دي اللي ممكن الواحد يقلق منها لان معزم الحاجات اللي بتتشاهن بيو اس بي بيقولوا ان هي بتبقى عمراء صغيرة. بس دلوقتي شغالة كويس معي. اه برضو الرمود الواحد ممكن يتحكم في الاتنين يعني انا اهو قفلتهم الاتنين مع بعض. فتحكم الاتنين مع بعض عيسى الاتنين يقولونهم واحد اجي في نص كده ما بينهم. لكن لو بيد عن بعض. لأ مش هياخدوا الامر مع بعض. ولا اعتقدوا وردو. لازم اجي هنا ووكي هنا. مش حالق الاتنين ياخدوا امر مع بعض. وده شركة الواق بتاعتهم في دلما خالص ما فيش اي نور. هي بطيل الالوان بتاعتهم. حسا في واحدة اقوى من تانية اعتقد دي عايزة تتشحن. مش اعتقد هو اكيد دي عايزة انها كانت فاصلة. فبنسباني الاباجورة السحرية عجبتني واضائتها حلوة.